بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر من طبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فأعراني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء فوق الرأس غسلني غسلا ثلاثا وناد القوم بالكفر وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وأنزلوني في قبر على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني في ظلمة القبر في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطني وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أهلا وسهلا بارك الله فيكم بالأمس وعدنا المشاهدين أن نكمل معهم علامات الساعة الصغر قلنا أنها كثيرة وسوف نقوم من خلال فضلاتكم بمشاهدين تبارك وتعالى برصدها في خلال هذه الحلقة ونعمة بالله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي أو صنفان من الناس لم أرهما يعني لم أرهما صلى الله عليه وسلم في الحياة عليه الصلاة والسلام قوم معهم سياط كأذناب البقر نعم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس نعم ونساء كاسيات عاريات مائلات ممينات لا يدخلنا للجنة ولا يشمنا ريحها وإن ريحه أسؤلنا كأسلمة البخت لا يدخلنا للجنة ولا يشمنا ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في علامتين علامتين جريتين من علامة الساعة نعم ناس قوم معهم سياط كأذناب البقر كذيل البقر نعم هؤلاء هم القوات مكابحة الشعب والنازلين يؤذون الناس بالعصية الكهربائية وغيرها الله وفكر السياط جمع صوت جمع صوت وهو العصر يعني يستبدل بالعصر أو الجلد الضرة التي يخفقه كان زمان يخفق بالضرة والآن في عصر وتطورت صارة عصر كهربائية صحيح صحيح كأذناب البقر المرد بها ناقصيرا ناقصيرا نعم نعم ويؤذون الناس بسبب وبغير سبب يضربون الناس بها ولا يضرب مستقل لا يضرب لا يضرب لماذا يضرب هناك حدود في الإسلام وهناك تعزير ما معنى تعزير تعزير هو يعني شيء ليس فيه حد وإنما يقوم الوالي أو القام بالأمر لتأديم الخارج عن القانون بهذا الأمر يعني ولم يرتكب حدا يوجب حدا لم يرتكب حدا يوجب الحد يوجب الحد اه طمام اه لم يرتكب حدا يوجب حدا نعم تنفع أن يلوف اللغة جميلة ممتازة جميلة يوجد حدا ممتازة جميلة نعم نعم يرتكب حدا كبيرا تستوجب هذا الحد ولكن يرتكب شيء يجب على ولي الأمر أن يقومه صحيح يعني مثلا مثلا أنت تسير ترى شابا مائعا نعم يلبس في يده حكذا سلسلة سلسلة سبحان الله وفي الإسلام يجب يعني يجب أن يعذر يعني يهذب يؤذب يعني بطريقة لكن لو تركناه كده فتحنا الباب على مصرعي لا ظهرت الميوع وكده يابد أن هذا يعني الولي له شرعا أن يعذب أمثال هؤلاء شرعا أن يعذرهم لابد لابد لأن هؤلاء مثال سيء لبقية الشباه فرضنا جدنا أن هذا الشاب وضع تحت المجهر أو وضع تحت أنه مغني فنان لعب كرة من هذا المثال فأولادنا سوف يتشبهون به صحيح فلابد من قطع وقد الفتنة في مهده وخصة نصر بن حجاج ما هي علينا ببعيد ما هي نصر بن حجاج لما قالت المرأة وعمر يمر يجوس في المدينة ليلا يعس ويطمئن على حال الأحوال الوعية فسمع أمرات أن تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاجي عمر حصلوا رعب صلى الفجر وقال أيكم يعرفوا نصر هذا الجميل فلما جاء فلما جاء بن نصر وجده رجلا جميلا قال اهلقوا له شهر حلقوا شهر فازداد بهاء قال عمموه فازداد جمال سبحان الله فقال زوده مالا وقال اذهب إلى الشام لا يجلس معي لا يساكنني في المدينة شاب تهتك به العواتك في خدورهم ثم سأل عن المرأة علم أن زوجها على سفر في جيش من جوش الفتوح الإسلامي الفتوحات فأمر بعد أن دخل إلى حفصة عمر يا ياتي المستشاريين لا يابد من استشارة كم تصبر المرأة على زوجها يا حفصة ويسأل حفصة أولا هي ابنته وهي زوج رسوله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه يعني يا أبتي أربعة أشخ هكذا قدرت فقال لا يغيب يعني مجاهد في سبيل الله عن زوجه أربعة أشهر إلا إذا أذنت إلا إذا أذنت إلا إذا أذنت وأرسل رسالة فورا إلى قوات الجيوش ألا يغيب عسكري في الجيش في الفتوحات أكثر من هذه المدة درأ للفتنة فأنظر إلى عمر عندما رأيها أنظر إلى الأحكام ترتبت ببناء لمصرحة المسلمين صحيح الصنف الثاني الذي لم يره رسول الله صلى الله نساء كاسيات معدلة هذا الصنف الأسياط كأذنب البقر وعذبونها باء المسلمين لم تكن موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فأسر الصحابة ولا التابعين يعني يعني أبو بكر كانت أبو قحافة بلغت ثمانين من عمره فكف بصره نعم فجاء رجل جار لأبي سفيان يشكو نعم أن أبي سفيان نقل عليه الحد دائما في الأرض في جسد هذا حد أو حديدة توضح كذا ما بين الحقل والحقل حتى تعرى أو أرض فلان من أرض فراجل أبو سفيان نقل الحد فأنت تنقل متر واحد في طول الأرض فأنت أخذ مثلا نصف الدام مثلا كفير كفير فجاء الرجل يشكو فجاء أبو بكر تحقق من القضية قال يا أبو سفيان أعد الأمر إلى مكانه يعني هذا الحد الفاصل لا أعد إلى مكانه تمنع أبو سفيان قال لا قال أعده يا أبو سفيان وإلا علوتك بالدرة هذا هو التعذير الذي يملك ولي الأمر فأبو قحافة قل أبو سفيان عتيق ما شاء الله أمه لما سئلت قبل الإسلام أم التي سمتها لما سميتها عتيقا قالت كي يعتيقه الله من النهر سبحان الله قبل الإسلام فأنت ملكاه ملكاه واضح واضح ملكاه واضح نفض اصطفاء على من يرفع درته عتيق عتيق قالوا على أبي سفيان قال قد عدو تطورك يا عتيق عدو تطورك عن تعدد الحدود قال يا أبتي إن الله أعزل بهذا الدين رجالا عندما أطاعوه وأذل آخرين عندما عصوا يا الله فمنطق القضية في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقط وهذا هو ميزان الصحابة فعلى ما يحتاج أبو بكر إلى شرط يضرب ولأنه عدله يكفل جميع وكان سيدنا عمر معه در وقالوا إن درة عمر أهيبوا من سيف الحجاج سبحان الله آه طبعا لأن لأن الشيباء الشيباني بن شايبا حاملي مفتاح الكعبة لما منع الرسول يوما الرسول دي أخذ معا كان يفتحه الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس فالشيباني يقف هكذا فيمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأت الدعوة الدعوة بالطهد وكانت نسمعها قال له يا عثمان عثمان بن أبي طالح اسمه كثيرا يا عثمان عسى أن يقضي الله يوما أن يصير هذا المفتاح يوما بيدي أدخل الكعبة من أشاء وأمنعه من أشاء قال عثمان يومها بطن الأرض خير من ظهرها بطن الأرض يموت نحن الموت أحسن يعني نشوف الكبر يهالله وجاء اليوم فتحت مك وذهب عثمان سريعا يخبئ المفتاح عند أمه فخبأته في تكة سراوينها يهالله ولمراءة عربية يعني شكرا الله فذهب أبو بكر وبلال ليأتي بالمفتاح كما أمره النبي صلى الله عليه قالت من مد يده إلي قطعتها ولا يستطيع أحده منه فعادة قال عمر أذهب أنا يا رسول الله قال أذهب يا ابن الخطاب سبحان الله فمن خارج الباب يا أم عثمان قال تاك المفتاح الله أكبر ما رأىك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر يا ابن الخطاب حتى قالوا إن ذرة عمر أهيبه من سيف الحجج لأن الهيبة مش في الظاهر الهيبة من الداخل صحيح من رغم أنه قال لابن المصري أجرها على صلح فعادة عمر للعطل هذا هو هذا هو التعزير أيضا إذن المراد من قول المصطفى عليه السلام قوم معهم سياق كأذنب البقر يضربون بها الناس هذا مجرد التعذيب وليس التعزير أو در الفتن لا 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 ليس المصطح من باب التكبر من باب أننا الدولة ولتني أنني لا فوق أحد لا أهتم للقانون وهكذا جميل والصنف الثاني العلامة الثانية نساء كاسيات عاريات والتمثيل عكيب كيف كاسيات كاسيات عاريات يرتديات الملابس يرتدينا الملابس في عرفهن أنهن كاسيات ولكن عاريات نعم يعني تظهر أكثر مما تصطح شفافة تصف وتشف كاسيات عاريات نعم انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المائلات مميلات محن الله مائلات مميلات يعني إذا سارت لا تسير سيرا فيه أدب وحشم وحشم تتسكع تتراقص هكذا ولذلك قال ربنا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لطبيعة الحذاء الذي ترتديه المرأة كعب عالي فربما يتطلب منها هذه المشيات جميل وهذا الكعب يؤثر على الأعصاب وعلى العضلات وعلى ساقيها وتهرم سريعا سبحان الله كلما صنعنا ما يناف الفطرة وما يبتعد بنا عن طبيعة جداتنا وأجدادنا يعني كنا في علامة الأمن لتتبعونا سنة من كان قبلك صحيح شبرا بشبرا وذراعا بطرع صحيح حتى لو دخلوا جوح رضب والأبراء دخلتموهما هذه مصيبة هذه مصيبة سبحان الله فمائلات مميلات مميلات لغيرهن يعني يعني هي أصلا تسير مائلة نعم تتمايل هكذا حتى يميل إليهن غيرهن غيرهن من الرجال وتميل بعض من النساء إلى تقليدهم مش فيهن هكذا يا سلام جميل هذا المراد بقول مميلات مميلات للرجل وللمرأة تجعل المرأة أن تقلدها لأن البنت لما تجد نجمة الإغراء والفنانة فلانة والممثلة فلانة والمغنية تلبس كذا فتقلدها تميل غيرها يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني ليست المصيبة عندي لا أنا المصيبة عندي يعني أرأيت ما الذي ينهى عابدا إذا صلى يا أخي أنت لا تصلى طب لا تنهى عابدا إذا صلى صحيح فهي مائلات مميلات الشعورهن كأسلمة البخت أو رؤوسهن 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 كأسلمة البخت زي عرف السلام الجمل سبحان الله البغط البعران سبحان الله الجمال جميع بعير جميع بعير طبط الشر قال هذا الكلام صحيح ولا تسلم العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير عاوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عاوى وصوت إنسان فكتو أطير فأسلمة البخت رؤوسهن كأسلمة البخت استنام بتاع الجمل الله يرضى عليكم مرتبع تعملها فورمة وتعملها مش عارف تشكيلة الشعر شعورهن كأسلمة البخت الله كأنه ينظر إلينا بلاحظ الغيب طبعا صلى الله عليه وسلم شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلنا الجنة ولا يشببنا ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا لا يدخلنا الجنة ولا يشبنا ريحها هذا حكم هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والله فضيلتكم تثير قضايا غريبة الشكل والشفاعة شوف أنا أشرح والله وغفر رحيم والشفاعة أنا لا أتي بشيء من عندي أنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام والسلام هذا حديث حتى نود أن نعرف ماذا صحة الحديث التي تأتي بها فضيلتكم في هذا البرنامج هذا الحديث حتى نقطع هذا كلام هذا الحديث في صحيح مسلم رواها أبو هرير جميل جزاكم ناخل شوف كل حديث سوف نقوله لك إن شاء الله وللإخوة المشاهدين محقق صحيح لم أتي حتى بحديث مرسل ما جيت ألا بالأحديث الصحيح طيب جميل جزاكم لا يعني عشان لا يعني نأخذ بإطمواله لا لا يعني كل أحديثنا التي جئنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أحديث صحيحة إما متفق عليها أو صحيح لم نأتي بحديث غريب ولم نأتي بحديث مرسل ولم نأتي بحديث ضعيف أو حديث الموضوع إلا الدار الأخر طيب على برحة الله لا يدخلنا الجنة ولا يشمنا ريحاها وإن ريحاها لا يشم نسيرة كذا وكذا يعني وهذا جعلنا أن نوجه نداء إلى جميع أخواتنا التي تأخرنا في لبس ما أمر الله به سبحان الله يعني المدرسة ديها زي وبعض المؤسسات لها زي الطبيب له زي والغاطس تحت سطح الماء له زي المسلمة هذا زيها هذا زيها أو على الأقل لا تكن من علامات الساعة يعني للأسف هي ظاهرة ولكن لا تعجلنا يعني ليه بس طب ليه لماذا لماذا تدخل تحت يعني أنا لو قلت لموظف أنت لن تأخذ هذا الشهر راتبا لا باكا ليلة نهار والرسول يقول لها أنت لن تدخل الجنة الغرض الغرض أعتقد أنه ليس تحريم دخولها الجنة ولكن تحفيز لها على الالتزام حتى تدخل الجنة نود أن ندخل الجنة يعني ربما فضيلة الشيخ نوده إضاحة هذه نقطة للسيدة المشاهدين الغرض من علامات الساعة أن نثوب ونتوب إلى الله تبارك وتعالى لا أن نقضي عليهم بقربها وبدنوها لا القضية ليست في ذلك قضية ليست في ذلك قضية في أن نتنبه قبل أن تظهر علامات الساعة الكبرى بالضبط وقبل أن أموت لا أبدأ لهم التوبة هذا القضية جميل وماذا أيضا من علامات الساعة لو كانت وراءكم أمة من الأمم يعني لو جاءت أمة بعد لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدم نساؤكم نساءكم أنا أود تفسير يعني الأمة إذا لم تتقل له سوف تذل بعد أن كانت الجواري يأتينا من هنا ومن هناك يخدمنا نساء المسلمين سوف يأتي يوم النون النسوة لخدمنا نساؤكم نساء نعم 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 لخدمنا نون النسوة نون النسوة نساؤنا تخدم نساء الآتي إلي لماذا؟ لأنه سوف يحدث احتلال ويحدث تمزيق لشمل الأمة الإسلامية ويحدث ضعف الله أكبر فتنقلب الآية كما يخدم نساؤهم نساءكم كما كانوا كنا نحن سبحان الله تدور الزم طبعا طبعا لماذا؟ لماذا؟ قالها ابن الخطاب يوم أنخاض في مخاضة الطين يوم أنتسلم فتحبة المقدس قال الجملة العجيبة عبقرير الإسلام الأول قال كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله يا سعد رسالة عمر له في القدسية إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغالب علينا بالعدد والعدد يا الله جميل تطريق عمر تطريق حجم إذن القصة في معيتنا لله سبحانه وتعالى هذا القضية الله عز وجل لا يحابي جنسا على جنس لا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وعكاية كذا نفس الكرة تعالى لا 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 نحن بقربنا من الله ننتصب ببعدنا عن الله وضحت الصورة جميل قوم علامة أخرى نحن نتوالي عنك نحن نكتوب معك قوم يخضبون بهذا السواد يخضبون بهذا السواد وأشار إلى شعره ولحياته صلى الله عليه وسلم الصبغة الصبغة السوداء السواد آخر الزمان كحواصل الحمام آخر الزمان أيوة كحواصل الحمام لا يريحون رجح الجنة لا يريحون لا يشمع سبحان الله يا الله رواه النساء على شرط الشيخين حديث حسن صحيح يعني إيه قوم يخضبون بهذا أيوة أشار إلى ماذا الشعر واللحية الشعر يخضبون بهذا السواد 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 ليه ليه أبو قحافة لما جاء مسلما نعم كان كبير السن نعم فلما جاء به أبو بكر فرحا أن أبو بكر صلى الله عليه وسلم نعم أسلم نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر أنا جعلت الشيخة مكانة وأنا آتيه يا اللهم صلى وسلم عليه هذا هو الخدو هذا الخلق يحتدم السن يا سلام يعني خلي هذا الرجل الكبير السن هذا وأنا آتي ليه أملي أنه هو أبو بكر لا 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 لأنه كبير السن ليس منا من لم يعقروا كبيرنا الله ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فقال بعد ما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم وانطق بالشاهدتين الخضب للشيخ وجنبوه السواد الرجل عنده 80 سنة ويصبغ أسود هذا دعوة خفيف عقله هو كان يخضبه بالسواد كان بعض الغير طبيعي يعني كان في قبل الإسلام يخضبون بالسواد ليظهر شابا الطبيعي جاء الإسلام دعوة الجاهلية لا لا تمام جاء الإسلام لا 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 عايز تخضب خضب بالحنة بالحناء لكن بالسواد لا وبعدين في نقطة ما من شعرات تشيبه في الإسلام إلا واستحى الله أن يعذب صاحبها في النار يوم القيامة حديث هذا هذا حديث ما من شعرات تشيبه في الإسلام يعني أنت كبرت مسلم بهذا المنطق وتعبت عشان الإسلام وقد يعجل عليك الشيب وأنت صغير صحيح لأن العربي كان لا يشيء لا نحجل من هذا البيض من هذا الشعر الأبيض أو نقوم بالصبغة مثلا عيرتني بالشيب وهو قارو لا يتاع عيرتني بما فيه عارو يعني سبحانه فالليالي تزينها الأقمار فالقضية أن العربي كان يشيء كبيرا بعد الثمانين بعد التسعين العربي طبيعته كده الرسول عنده 41 سنة أبو بكر يعد وجد له 17 شعرة في رأسه و 17 شعرة في رحياته شابا هذا على غير عادة العرب سبحان الله فقال عجل عليك الشيب يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواته القرآن هود والتكوير والانفطار والانشقاق شهاب الرسول أول ما يسمع عن الآخرة كان يهتز يبكي هذا هو المراد أول ما يسمع عن الآخرة قال نسلحة الأخرة ونحن كنا نشيء في صياغة الوعد الحق يبكي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا عبد الملك ابن المران يا أمير لماذا عجل عليك الشيب؟ قال كثرة صعود المنابر كل ما أصعد المنبر أهتز أخاف من الخطبة وخشية التوقع اللحن في اللغة سبحان الله فالرسول شاب لأنه عجل علي الشيب لأن هود أخواته شايبته سبحان الله ولذلك كان رغم أن الله غفر لو ما تقدم وما تأخر يعني يجب يا رسول الله يعني استرح يعني خراس غفر دك حتى أكون عبد الشكورة حتى قال له ورد كان يقفل يصلي بالليل حتى تتورم قدمه تورم فكان يتحامل على رجل ويرفع رجل الأخرى ليستريح فينزل عليه قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فظل الناس أن طه اسم من أسماء النبي طه وخففك طه الأرض بكلتي قدميك ما عزلنا عليك القرآن لتشقى جميل هذه النظرة طه طه فعلى التخريف طه لكن طه حذف الهمز أصبحت طه طه مخفف تمام هكذا نقول طه اسم محمد عليه السلام لا 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 طه ولا مصطفى هو حدد أسماء صلى الله سبحان الله نعم نحن أوقفين عندما أخذ قوم يخضبون بهذا السوال حواصل الحمام كما ترى لحية واحد كده وسوداء سبحان الله في الحمام أحيانا تبقى بيضاء ولحاواصل كده سبحان الله هذا التجبي لا يريحون رائحة الجنة بعضهم يفصلها ربما لأنهم يحلقون هذه اللحية ويتركون هذه المنطقة والله هذه ليست لحية هذه ليست لحية سبحان الله هذه ليست لحية لا اللحية اللحية هذه اللحية ما الله هذه ما هذا والله في اللغة المنطقة دي ذاق نعم داق نعم إذن لا بأس أن نخضب بالحناء نعم نعم أما بالسواد لا يعني حكم جازة للنساء هذا جميل تحبك النساء هكذا لا لأنها في بيتها مع زوجها رجل وصف كده ربما في بنات من بناتنا من كثرة المشاكل ومن كثرة الابتلاءات تشييب البنت في العشرينيات من دراسة الكيمياء ودراسة الفيجياء ودراسة الأحياء والأموات وكده مصيبة ما كانت لكن جدتها مش هضع لأقوة تلب الله صحيح هذه علامة صحيح علامة أخرى يتقارب الزمان يتقارب الزمان فيكون العام كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كومضة السعفة يعني كاشتعال السعفة سعفة النخل نعم وضع سبحان الله لحظة لحظة ضياء البركة من الوقت هذا هذا نقول الوقت لا يكفي البركة لأن واحد يقول أن أعمل أعمل والعمل أقول لا راجح حساباتك اتق الله يبارك لك في وقتك وإلا يصدق عليك عالمة السعى تنزع البركة من الوقت سبحان الله كان زمان من رمضان لرمضان رمضان لما جاء رمضان كان سبحان الله قريب هو سبحان الله صحيح فهذا من عالمات السعى يتقارب الزمان وفي رواية أخرى تنزع البركة من الوقت صراحة واضحا يتقارب الزمان وفي رواية المسنط العام كالشهر أو الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالونضة أو كاشتعال السعفة بارقة هكذا سلم يا رب حدثت أن تحدث؟ حدثت موجود سبحانه الله سيدنا أبو حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله اللي كان مع اسماء السبعة عشر المنافقين كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه شوف الذكاء يا أخي هو كان يسأله عن الخير أنا أسأل عن الشر قلت يا رسول الله من الله علينا بهذا الخير هل بعد هذا الخير من شر؟ قال العالم من الله علينا بهذا الخير وهو الإسلام وقتها ووجودك يا رسول الله وجود القرآن وهذه الصحبة طيبة من الصحابة حنجة بالتلاميث والعالم والموريدين أنت فيه بعد الخير ده فيه شر؟ قال نعم قال وبعد هذا الشر من خير؟ قال نعم ولكن فيه دخن فيه دخن يعني إيه؟ مش خير صافي ما دخنوا آه الله يرضى عليه هو يسأل وما دخنوا سبحان الله قال قوم من بني جلدتنا من العرب من مسلمين سبحان الله يتكلمون بألسنتنا نعم ويصلون إلى قبلتنا نعم سبحان الله سبحان الله ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجب الله هو لسان عربي يا الله لسان عربي زي وزي ولكن فكره غربي غربي تمام وقرأنا في التاريخ الحديث سبحان الله سبحان الله قال إيه؟ دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها يبقى مشوراهم يقول لك إيه؟ افسر الدين عن الدولة سلم يا رب مش كده لا مش دو الدعاء من بنا صحيح قال افسر الدين عن الدولة رياح المسألة صحيح سبحان الله سلم يا رب من دعوت سبحان الله قال فماذا أصدع إن أدركتهم يا رسول الله عليه الصلاة عمري قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم خليك شيء فين المسلمين فين جماعة الإسلام الوسطية فين العاملين بالكتاب والسلة والإمام العالم الثقة قال فإلا بيكون هناك لا جماعة ولا إمام وهذا معناه أنه سيأتي برضو شيء سبحان الله سلم يا رب قال للزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أنا أريد أن نجو لا إله إلا الله الموضوع مش ساح الفتن هذه سبحان الله مرة ثانية الحديث حتى نحاول التركيز نعم في زمننا هذا خير آه فيه خير ولكن فيه دخن نعم دخن إيه دخن معذرة هناك خير خير من بعده شر وبعده شر وبعده خير فيه دخن خذ نص الحديث نعم قال لكن فيه دخن قال وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي لا يألفوا من عندهم دين لا إله ما إحنا مش شايفين صور عجيبة لا أولا سبحان الله هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول ضريح من الأضرحة لا سبحان الله مثلا هو القوم يهتدون بغير هدي غامج في دماغه كده سبحان الله هو عايز يعمل دين خاص تدخل بيوت من البيوت تلاقي حاطط لك وضع لك ثلاثين جزء قرآن في المئات بالذات وقال لك سحب جزء وقال لك عملنا ختم ختم حضرة ختمة حضرة عاجز يهتدون بغير هدي يعني يعني ناس يهدون بغير هدي عندهم يعني نسخة أخرى نسخة أخرى والختمة دي مش عندنا مش لا فيش كلم ده لم يأتي بارس هيا صوتة السلام وبعدين معادرة يعني لما 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 واحدة كده الله ورسول يقول لا تحجبي تخرج كده مش داتة بتهدد تهتدد باره هدي هو في اي يعني صح نريد أن نسخة هذه الأحاديث حتى نفهم معاني الحديث هو يهدي بغير هدي وناس يهدون بغير هدي وإذا نضع تحتها كل ما ظهر الآن ولم يأتي بيه ختاب ولا سن لما تقصوا على كتاب والسنة ما ما يتلعى لخالفه طبعا نعم يهدون بغير هدي تعرفوا منهم وتنكر المراد منها يعني فيه أشياء ظاهرة بالله تخدح فيها الأول بعدين تفيق فتنكرها إذن لهم منطق محدد طبعا يقول لك يا شيخ هو في مساجد في العالمنا الإسلامي بعد الأذان بصوت مرتفع يقول يقول لك الله ما صلي عليك يا كحيل العينين يا أسود الشعر يا جميل الخلق صح أو لا صح تريد تقول لك إيه يا رجل يقول لك أنت تكره الصلاح على رسول الله أنت رجل ترتبك أنت الأول لا نكره الصلاح على رسول الله لا ترتبك ترتبك الأول تعرف بعدين تفيقنا لا أبو بكر يعني هذا أنصح من أبو بكر هذا أنصح من مالك وابن حنبل هذا أنصح من ابن تيمية وابن القيم هذا أن تنكر خلال هذا المرد بقولي صلى الله عليه وسلم تعرف منه ما تنكر سبحان الله أو يعملوا أعمال أحيانا صح في تأسير آخر الحديث وأحيانا واضحة أصم في العسل والعاذب الله رب العالمين قلت فهل بعد هذا الخير من شر الخير اللي فيه داخل ده فيه شر قال نعم شر 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 خالص شر شر ليس فيه خير قال دعاة على أبواب جهنم اللي هم أصحاب المعاصي اللي هو الفحش والتفاحش اللي كان اللي كان عمليه في المس الفحش والتفاحش واحد ودك قال الله أنا عملت الأغنية بتاعت الفيديو كليب وخلصتها رحت أشكر الله عند الكعبة عملته عمره طوصت كده دخلوا ده بيهما دي والحبيت أقرب الدين الإسلامي عملته أغنية كده يعني ما كما يظهر أحدهم على الفضائية نعم دعاة على أبواب من أجابهم قذفوه فيها صبع صبع هم من أغذفوه بأعماله ولا نعرف ما هي هؤلاء الدعاء أغراضهم أفكارهم المهم طالما منافي ما هو ابن مسعود أخريميز الرسول العظم كيف نعرف يعني در حيث دار الإسلام الله الإسلام دير فيه هنا هذه نصحة لأستاذ المشاهدين كيف نعرف أؤلاء الدعاء إذا كنا ننخدع ونسلع ونقرأ لا أنا الحمد لله ما زال في الأمة يعني علماء وعلماء ثقات ومعهم مصابيع والحق أبلج كما قلنا والبطل لجلج واضع صحيح مهزوز صحيح نعم فيه رده تلقتوني بسيف إن قتلت به الكافر قتله وإن أردت قتل المسلم نبى عنه لما تلاقوا لي السيف ده هو شارك يبقى الميزان هنا الحق والحق بالخياس واحد صح صح فذي دل كان حصيفا في هذا الرسول دل تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا سبحان الله صحيح نعم يعني دعاة على نار الجهنم أيوة من أجابهم من أجابهم في لي يقذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا شوف سنح وذيفا وحد عزي من أجابهم قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني هذا الشيء ده عدوف يا رجل ده يتكلم لغة عجيبة لا 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 عربي ومشهر عربي لغة عربي خلاص سبحان الله يعني إذن هي القضية أنه كلامنا وهو من بني جلدتنا ولكن يا أخي يريد أن يقول لك مين قال لك أن الربح حرام ده مش ربا ده فائدة ده برك هذا ربح برك هذا ربح يا أخي صحيح هذه تجارة والتجارة شطارة صحيح ورشوة هدية الحية يسمون الأشياء بغير السلام كده قال فما تأمرني إن أدركتهم أعمل إيه قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن هناك ليس لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها إذن الفرق ما في الجماعات بك نقول جماعات على الدع على الساحة الآن لجماعات الموجودة هذه الجماعات دي جماعات وسائل دعوة أخب ربما تكون فرق لا لا إن شاء الله طالما في إطار الكتاب والسنة دي جماعة خلاص وأنا نريد في برنامجنا مع فضلاتكم الفرق بين الجماعة والفرقة يعني لا الفرقة والعاذب الله تكون ضالة لكن قد تفترق جماعة المسلمين على عدة جماعات في وسائل دعوتها تجمع تركز على السلوك تجمع تركز على العودة إلى المنابع تجمع تركز رقة القلب وهذه كلها أشجار أشجار باسقة في بستان الدعوة الكبيرة الله عليك جميل ويصورها سور الإسلام الكبير الله أكبر بس وأنا أخذ من هذه وأخذ من تلك ولكن لا تدعي شجرة أنها الشجرة الوحيدة في هذا البستان هذا هو المشكل بس نتكامل طيب فعتزل تلك الفرق لا خلاص أصبحت فرق بس تلك الفرق كلها ولو أنت عد على أصد شجرة حتى يدريكك الموت وأنت على ذلك هذا في صحيح مسلم قرأت لك الحديث بالنص بارك الله فيك بارك الله فيك شاهدنا من علامة الساعة سيأتي على أمتي سنون أو على الناس سنون خداعات نعم سنون خداعات سنوات خداعة سبحان الله يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائم ويخون فيها الأمين سلم يا رب وينطق فيها الروايبضة في أمر العامة قلنا وامر روايبضة يا رسول الله قال الرجل التافه الروايبضة الروايبضة هكذا البصطلح مرة ثانية سيأتي على الناس سنون خداعات نعم تخدع الناس فيما في كل أمر وفي الصلة فصل منصورة تختال منصورة تخدع منصورة تخدع وتختفي فخدع ليس الحقائق جميل لايس الحقيقية سنون خدع يصدق فيها الكاذب نعم يقول الكاذب الناس تبكي أمام المسلسل والرجل يكذب عليهم صح ريون مات وهو لم يمت يا خلا مات والنساء يبكين أمام الشاشة لقد نات ما نات تمثيلية في الفيلد علي يصدق فيها الكاذب يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق شوف هي تبكي أمام ويات الشيخ اللي أقول لها الحجاب فرد لا لا يكذب الصادق هناك نظر يكذب الصادق سبحانه الله يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين سبحان الله الله ولعذب الله تنقلب للآية سبحان الله ولكن هذه فضلتكم أمور معنوية ربما لا نعرفها نحن الآن يعني لا نعرف الآن من الأمين ومن غير الأمين لا أنا ستتكلم أن هذا أمين هو أمين شميل لا إذا أيقن الناس بس أي ناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لا هؤلاء ناس ولا هؤلاء ناس جميل ماشاء الله على طريقة فضلتكم بالله في إلقاء الآية التي نقال لهم الناس إن الناس من هؤلاء ومن هؤلاء الصحابة لما رجعوا من أحد فخوفوه الناس اللي هم المحيطين بالمدينة خوفوا الصحابة طيب المحيطون بالمدينة هم المسلمون أم لا لا مش من المسلمين أه الذين قال لهم الناس اللي مطبر الخامس أو المنافقين جميل إن الناس اللي هو أبو صفيان جميل هذا التعبير في لعيل كريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم بإيمان وقالوا حسبنا الله ونعملوا كذفا انقلبوا بنامة من الله وفضل لم يمسوا سوء طبع رضوان الله والله بفضل عظيم يبقى إذن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم يبقى إحنا العايزين لهؤلاء الناس صح يبقى لا نقول الناس تقول كذا لا 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 نقول يعني إذا اجتمع ثلاثة من ذوي الحجة يعني العقول ثلاثة من ذوي العقول وقالوا إن فلان أمين فهو أمين جميل هذا صحيح ولذلك لما يعني لا خرجت لنا في أن نقول الناس تقول الناس لما صارت جنازة مدح الناس في المتوفى قال الرسول وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله هذا وجبت له الجنة قالوا لي ما يا رسول الله الجنة قالوا لي ما يا رسول الله قال ألا تدرون أن رسنة الخلق أعلام الحق أنتم شهداء الله في الأرض يا سلام تعرف الأمين ولا تعرف الأمين تعرف الصادق ولا تعرف الصادق بهذا المنطق ليه إحنا يعني أخي أنت ترى الآن الباطل رفعت له راية فاجتمع أهل الباطل حولها فظننا أن الباطل كثر لا يا أخي والله أنا عن نفسي أنا ببعرة أهل الحق هم الكثر كيف كيف لأنه لم ترتفع للحق راية بعض والله إرفع راية الحق يتبعكم أهل الحق وهم بالملايين بفضله في الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة أمتي كالغيث ليدرأ الخير في أولها أم في آخرها عملوا الواحد منهم كخمسين منكم قالوا يا رسول الله بل منهم قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون يا سلام حبيبي يا رسول الله جميل لأنه لم ترفع للحق راية هذا المشكلة يرفع راية الحق الناس فيها خير والله فيها خير كبير والله هذا طيب الجالسون الآن على شاشات التلفاز يرون مثل هذه الحلقات ودروس العلم من إخواننا وزملائنا وابنائنا من الدعاء وفي كل مكان هذا مثال خير هذا مثال خير سبحان الله والبعدين ينطق فيها الروايبضة قالوا من الروايبضة يا رسول الله قال الرجل التافه في أمر العامة تجد واحد كده جاعت مع ذلك على قهوة من القهوية يدخن السجارة يطلع الشيخ يتكلم قال مثلا إن الأمر الفلان حلال له لا حلال حرام مرة راقصة من الراقصات قالت من قال إن الرقص حرام مثلا فيها روايبضة يتكلم في أمر العامة ده قال أحدهم على شاشات الفضائية قال من ذا الذي حرم زينة الله على الرقص أو بنوا جلدتنا تكلمون ما نحرم زينة الله سبحان الله العظيم في غير القياس لا إلهة الله فالإنسان يجب أن يحطاط والفن رسالة يعني كما يقولون وينطق الروايبضة في أمر العامة الرسول يقول له الرجل التاسب الرسول لا يخرج كلام فما بارنا يعني في بعض الأماكن يتسلط الأدواء على هذا الروايبضة ما هو ما هو ويتكلم وينظر ويفور قلنا في الأمس أن يهلك الوعول ويعلو التحوت خلاص سبحان الله صحيح عندنا في مصر مثال لو تقول لك إيه الأوالي بنامت والإنصاص أب بس كده الجوالي بنامت والإنصاص جاب صحيح لما استباعوا الإنص طيب السباع الحيوانات كمع سبعين أيوه تكلمنا أيوه ونحن الإنص نعكلت حكاك نود ورويت في الصحيحي نعم واحد يهود اسمه أهبان ذيب أهبان ذيب أهبان ذيب أهبان ذيب أهبان ذيب أهبان وعلى خارج على تخوم المدينة الذيب خطف خروف أو نعجة من قطيع أهبان ولكن أنت قال يهود يخطف منه شيء يعني مشكلة جرى خلفه فأقعد ذيب نعم ثم قال يا أهبان اتق الله أتمنعني رزقا ساخه الله إليك وهذه اللغة اللصوص يعني اللص يشعر أن هذا رزق رزقه نعم طبعا نعم فالرأي ذيب يتلفت يمنى وأسرة فلما يجد إنسان يتكلم قال عجبا ذيبنا يتكلم والأعجب منهم الله يرضى عليه فقال ذيب بل الأعجب رجل نبي خلف هذه النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو آت إن أطعته دخلت الجنة جمع أهبان القطيع ورح داخل على المدينة وداخل قال هناك رسول قال هذا الرسول محمد هاجر من مكة للمدين فلما دخل عليه قال ماذا قال الذئب لك يا أهبان قال قص على الناس هذا إنه حق صلاة والسلام أن تكلم السباع والإنس ولها نص أخر سوف نتعرض عليه ونحن في نواصل صلى الله عليه وسلم أن تكلم السباع والإنس سبحان الله هذه علامة علامة أيضا من العلامات زدنا لا تتوقف الله يضع عليها طيب السباع والإنس والذي نفسي بيده لا تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمر عليه ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر يقول إيه وليس به الدين إلا البلاء يعني مش من تديونه عايز يعني خلاص خياف الفتن ما عندهوش دين سعيش البلاء نهسل على الدماء يتمنى الموت سبحان الله كفى بالمناية أن تكون أمانية نريده مرتا ويقول لك لن تذهب الدنيا والذي نفسي بيده لن تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمرغ عليه تمرغ ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر ليس من الدين مش من التديونه لا لا ولكن من البلاء غروبا من كسرة البلاء غروب البلاء يعني يا رب خذني الله يرد عليك يا رب ويصير الموت أمنيا ولذلك العباس لما دخل في مرض موته دخل الرسول عليه يوسيج يعني يعوده قال أدعو الله لي يا ابن أخي أدعو الله لي يا ابن أخي أن أموت أنا قبرت في الزن سبحان الله قال يا عماه لا يتمنين أحدكم الموت لضر قد نزل بل قل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي اللهم صلوا لأن الخيرية عند الله مش عندك أنت أنت لا تعرف الله ربما تنون استنى شوية يمكن فيها توبة أفضل العباد عند الله من طال عمره وحسن عمله وأسوأ العباد عند الله من طال عمره وساء عمله هذه علامة من علامة السعر أن يتمنى الحي أن يكون مكانا ميت ليس من الدين ولكن من كثرة المصائب والابتلاءات سبحان الله نعم هذا معناه أن الابتلاءات سوف تزداد سوف تزداد الابتلاءات نعم ولا تطاق لا يطيقها لأن إيمانه ضعيف على المشكلة آه الإيمان عندما يكون جهاز المناعة ضعيف أي فيروس ابتلائي يدمر صحيح لا يتحمل لا يفتكوا به نعم هناك موضوع انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشقق القمر قالوا هل لا شققتنا القمر يا محمد قالوا تؤمنوا قديمنا في مك طب نريد القصة من أولا المشركين أرادوا تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قالوا يعني لو شققت لدى القمر نصفين لا إله إلا الله لا إله إلا الله قالوا تؤمنوا قال الله ما شق لهم القمر نصفين أقسم الصحابة أننا رأينا نصف الجبل نصف القمر على جبل أبي قبيس ونصف على الجبل المقابل سبحان الله فقال أبو جهل سحارنا محمد أعوذ بالله أعوذ بالله يا الله قمة الكفر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله انشقق قمر اه اقتربت الساعة وانشق قمر اه وقلنا من قبل أن هتلر في بداية الحرب العالمية الثانية أراد مطلع قوي يحفز فيه الشعب الألماني على خوض المعركة فجاء بالنس والمستشارين قالوا عايز مطلع من قصيدة أو حكمة أو آية من كتاب رباني من أنجيل التوراة يقول أي أبدأ بها الخطة فكان فيه واحد عراق عايش في ألمانيا في سنة تسعة وتلاتين فجاء بهذا فقد اقتربت الساعة وانشق القمر فبدأ بها مطلع الخطة لقوتها بقوتها قوية بالفعل قوية اقتربت الساعة وانشق القمر واحدين النمي صلى الله عليه وسلم لما لما وقال له يسترح قريلا يا رسول الله قال صدره يبت بالليه كأن صدره هو مرجل يعني 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 كأنه ما يغلي داخل الإناء من البكاء من البكاء يغلي يبت 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 أزيز سبحان الله قال له صدر كأزيز المرجل سبحان الله فقال يا عائشة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه البوك سيدنا اسرافيل قدم رجلا وأخر الأخرى وحان جبهته وشخص إلى السماء ينتظر الإذن من الرحمن أن ينفخ في البوك فتخير ما ستوش شايف المنظر هذا يقول ايه يقول لو تعلمون ما أعلم لو كشفت لنا الحقائل وعلمنا ما عند رسول الله قال لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون قطت السماء ثقلت عليهم بما عليه وحق لها أنطئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك الساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبد ماك حق عبادتك لا إله إلا الله فهذا استشعار المعاني والتقرب من حياة رسول الله وكيف كان يعبد وهو العبد الذي اكتملت فيه الصفات العبودية من رحمته الرسول عليه السلام وكأنه يرى سيدنا إسرافيل طبعا طبعا لتقى مقارنها وقدم ردا وأخرى الأخرى وحنى جبهته وشخص ببصره إلى السماء لا يرتدي إله طرفه يخشى أن يؤمر بالنفخ في البقع يأ الله منتظر الإذن فضل إلى إهلا الله إلى تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلمات وتعيشها الصحابة يا أمومن نجد مسيخ الدجال ونرى أن عمر ورسول يقص عليه يقول كنت ألتفت يمنتي ويسرى. خشت أن يكون المسيخ بجواري. من عهد سيدنا عمر. الرسول يخطب وعمر يخاف. يتوجس فيه. يقول اثبت يا عمر. إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه. وإن ظهر من بعد فمرئ حجيج نفسه. والله خليفته على كل مسلم. ما تخاف. فمرئ حجيج نفسه. والله خليفته على كل مسلم. على كل مسلم. لأن الرسول كان موجود يعني. محان الله. لهانت أمور كثيرة. لكن صلى الله عليه وسلم. هو موجود بيننا بشرعه وبكرامه. لأن الشخص. إذا أربعناه يا شيخنا. الشخص الوحيد في العالم. الذي نقلت حركاته وسكناته. كان ما يعرض علينا شريط فيديو. ما تركت صحابته لا شاردة ولا واردة. عن رسول الله وسجلوها. هناك بعض الكتب وصفت سيدنا محمد عليه السلام. طبعا. نحن ممكن إن شاء الله بس بعد الحلقات. إن شاء الله. نأخذ حلقة حتى نتقارب في وصف. نحن نريد أن نتعرض لمماته صلى الله عليه وسلم. بعد علامة الساعة إن شاء الله. يعني هذه حلقة شديدة. ولكن نرى الله بالتوفيق أن هذه من الحلقات الثقيلة جدا. أو المؤثرة جدا. ولكن نرى الله بالتوفيق أن نتحدث في حلقة عن وفاة صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. وهي مضوع مهم في علامة الساعة. ومضوع مهم في لعد الحق طبعا. نعم. يعني دعنا نكتفي بهذا القدر من هذه العلمات. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم. نعم. لأن النفس لا تتحمل أكثر من هذه الحقيقة الثانية. نعم. 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 ودي حلقة اخرى ان شاء الله نكمل في الحلقة اخرى لكن انا شخصان لا اطيق الحكم في ماذا الحكم في علامات الساعة الحكم في علامات الساعة صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل ما رأينا ان هذا ما وعد الله هو رسوله وصدق الله هو رسوله هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أن هذه العلمات جاءت لكي ننتبه كما قلنا في البداية انتبه الغافل ويتوب العاصي ويهتد الضال ويعيد المظالم إلى أهلها هذا الفائدة الثالثة الفائدة الثالثة أن الإنسان يكون على استعداد ماذا أنتظر بعد يعني ما زال الباب مفتوحا فرصة لأنه يجي يوم لما ينزل القبر يقول رب رجعوني لعلي أعملوا صالحا فيما ترقت يقال له كلمة إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخوا إلى يوم يبعثون كان الربيع بن الخيثم لما الدنيا تهجم عليه عمل قبر في بيته وينام ويقول رب رجعوني يقول يا ربيع تذكر إذا قلت يوما رب رجعوني يقال لك كلا فوضى الشيخ أنا لا أطيق لا أتحمل تكملة الحلقة شكرا لك نلتقي في الغد إن شاء الله بإذن الله رب العين شكرا لكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم